إلى التفاصيل عقد مجلس الأمن الدولي يوم جمعة جلسة مفتوحة بشان أوكرانيا تلبية لطلب من روسيا. حيث أكد المندوب الصيني أن الأزمة الأوكرانية ترتبط ارتبطا وثيقا بتوسع حلف النيتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة. حث حلف النيتو على تخلي عن عقلية الحرب الباردة والعمل من أجل السلام والاستقرار العالميين بدلا من إثارات الخلافات. قال الجانب الصيني أن جوهر الأزمة الأوكرانية يعود إلى احتدام تناقضات الأمنية الأوروبية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوسع النيتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة. أما السعي إلى تحقيق الأمن المطلق فلن يؤدي إلا إلى تورط أوروبا حتى كل العالم في اضطراب أكبر. ندعو مرة أخرى روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن. من الضروري للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. الجلوس مع روسيا بغية إجراء حوار شامل ومعمق ومناقشة إنشاء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام بناء على أساس مبدأ الأمن والابتعاد عن الإنقسام وذلك لتحقيق الأمن المشترك. في الوضع الحالي ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لوضع حد لتأجيج النيران وإضافة الوقود إلى النار ومنع تصعيد وتوسيع الصراع. أشار الجانب الصيني إلى أن حلف الناتو زعم من ناحية أن موقفه لم يتغير بعد كالتحالف نقليمي ودفاعي. ومن ناحية أخرى يحاول اختراق مناطق وميادين الدفاع التقليدية بلا انقطع. وكذلك إثارة التناقضات وخلق التوترات والمبالغة في التهديدات والتحريض على المواجهة. بغية مواصلة تعزيز العلاقات الأمنية العسكرية مع دول آسيا والمحيط الهادئ. نحث حلف الناتو على تعلم دروس التاريخ والتخلي عن المفهوم القديم المتمثل في عقلية الحرب الباردة ومواجهة التكتلات والتخلي عن إعداد أعداء وهميين والتوقف عن تصرفات خطيرة تعطل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. والقيام بدلا من ذلك بما يخدم السلام والاستقرار العالميين حتى لا يكون مجرد مثير للمشاكل. في نهاية المطاف دعا الجانب الصيني أيضا جميع الدول المحبة للسلام إلى الاتحاد تحت راية الأمم المتحدة وممارسة التعددية الحقيقية وتعظيم روح الإدارة وفقا للقانون بهدف حماية الأمن المشترك وتعزيز التنمية المشتركة وبناء مستقبل مشترك.